فحقوا في جزئية الموعيد اللي هتتحط فيها المؤجلات في نفس الوقت ما يصار إعلاميا على إنه جدول الدوري أنا عشان كده بقول لكم الأمانة تقتضي وإحنا دي فقرتنا الأهل أمانة في عناقكم فالأمانة تقتضي إن احنا نكون أمانا شوية في عرض الحقيقة لأنك مش هتطلبني إن أنا أدفع عن حاجة لما حللها لقيها مش دقيقة بمعنى إنك أنت الأهل معموله جدول سيء جدا يتعمد إنهاكه وإرهاقه فتبدأ الجماهير تطالب النادي ليه ما ياخدش موقف ولما ما ياخدش موقف يبقى أصلا الأهل ضعيف ويبدأ يتصدر انطباع لا كلمة الموقف يا أستاذ برايب أنت عايز ناخد موقف بحتاج بحتاج باش تكي باش تكي أنا لما أحلل بس الجدول هو هل الجدول فر نف يعني عادل بما يكفي بين الأندية ولا في تعمد قبل ما اطلبني إن أنا أخد موقف أبص للجدول فيما هو موضوع الآن سيبكم المؤجلات المؤجلات غير مسموح أبدا إنها تتحشر بالتوقيت المرهق لأي فريق لكن أنا ألاقي المسائل للأمانة وللموضوعية الفرص والمواعيد الزمنية متكافأ أو متساوية إلى حد كبير يعني النهاردة الأهلي بيلعب الأهلي حلق من البداية الأهلي بيلعب مع الإسماعيل 19-10 الزمالك بيلعب مع سموحة 19-10 الأهلي مع أسوان 23-10 السيراميكا مع الزمالك 23-10 الأهلي مع الداخلية 2-11 أمبي مع الزمالك 2-11 الأهلي مع الجيش 2-12 الزمالك مع المصري 1-12 المسألة ماشية على طول يلعبوا الاتنين مع بعض 7-12 الجدول بتاع السنة دي إلى حد كبير إن الأسبوع ده بيجمع والأسبوع ده فرق ليه لأنك أنت حتلاقي برضو الأسبوع الجاي الزمالك اليوم اللي خده زيادة الأهلي هياخده الأسبوع الجاي لو بصيت في الجدول بشكل كامل أنا بقول لكم ده للموضوعية علشان ما نوزعش اتهامات وانطالب بمواقف واخناءات على غير ذي حقيقة الصحة فيها أننا لما يبقى فيه مباريات مضغوطة محطوطة لازم نرفضها لأنه بتقدر حق تكافر الفرص بين الأندية لكن ما يتعلق بالجدول والموضوع المحطوط حاليا لا الاتنين بيلعبوا مع بعض ولما حد بياخد يوم مختلف أو يوم زيادة بيرجع التاني ياخده في الجوالات اللي جاي وده موجود في كل الجدول فيما يخص المنافسين لأنه برضو فيه نقطة مش منطقية أنا أجي ألعب سيراميكا وهي مريحة 4-5 سيام وأنا مريح يومين فقط دي لما تبص في الجدول نتيجتها عاملة إزاي وحتى الزمالك وأسوان تحصل نفس الحكاية بس إيه السبب إن الدوري ما بيتلعبش في يوم واحد بتلعب على الجولة نفسها أو الأسبوع نفسه بتلعب على 3-4 تيام ففيه فريق يبدأ الجولة من أول مباراة مثلا هيبدأ يوم الثلاث والأهلي والزمالك حيلعبوا يوم الخميس الفريق اللي لعب يوم الثلاث ده إنت حتلعبوا الأسبوع اللي جاي فحيب أريح أكتر منك يومين ما فيش فرصة إن أنت تقدر تخلي كل الناس طول الدوري بيلعبوا في يوم واحد إلا إذا الأسبوع الواحد تلعب في يوم واحد ساعتها هتمشي كل بيلعب في يوم واحد ده في رأيك مستحيل؟ مستحيل مستحيل ل3-4-5 أسباب السبب الأول يتعلق بالملاعب لأنه فيه ملعب واحد لكذا فريق يعني الأهلي وفي يوتشار بيلعبوا مع بعض في ملعب السلام أنديت القوات المسلحة نفس الحكاية الزمالك بيلعب في أستاذ القاهرة وسيراميكا بيلعب في أستاذ القاهرة المقاولين بيلعب في أستاذ المقاولين ملعبوا وفيه فريق تاني بيستخدم فالملاعب مستخدمة لأكتر من فريق عربيات البس التلفزيوني مش كافية علشان تتوزع على كل الملاعب الوحدات بتاعة الفار اللي عندنا تقريبا أربع وحدات أو تلاتة فأنت بتوزعهم بين يوم ويوم على حسب السفر للملاعب فمتقدرش ما عندكش عدد غرب فار كافية للدور كله والقابل كل ده القنوات الناقلة هتتكلم على حقوق تسويقية أنا دفع فلوس عشان أعمل استوديو تحليل وأنقل كل مباراة إزاي هقدر أنقل تسع مباراة في يوم واحد فالنحية التسويقية والنحية الأمنية والنحية التنظيمية والملاعب والفار كلها تخلي وده ما بيحصلش حال فكرة حتى في الدور الإنجليزي والدور الإنجليزي بيتلعب على أكتر من يوم فدي أمور بسيطة لكن هتخلق حتة أن المدد البينية للفرق المتنافسة مش كفاية بس اللي بيتدس عليه في يوم أو اللي بياخد يوم زيادة قدام بيسيب يوم زيادة وهكذا ما هيش ده القضية اللي أنا أطالب النادي الأهلي بموقف فيها أو يتهم مجلس إدارة النادي الأهلي لما ما يغيرش الجدول وينصفه إنه مجلس ضعيف لا أنا هنا بتكلم عن غير زي حقيقة في الجزئية دي إنما الصح فيها إنه وقت ما يتعمل جدول المؤجلات لا يهدر حق للأهلي ولا تحشر له مباريات وما يضغطش بجدول غير طبيعي زي اللي حصل في السنتين اللي فاتوا أنا أعتقد الكابتن سيد عبد حفيز عنده من الأهمية والتركيز ما يكفي لمتابعة الجدول المضغوط أوسيد عبد حفيز